وسط أجواء تصالحية اختثم قادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض قمتهم الأربعين بالتأكيد على أهمية التماسك ووحدة دول المجلس وعلى ضرورة التكامل العسكري والأمني بينها وفقا لاتفاقية الدفاع المشتركة وأكد سمو أمير البلاد أن إعلان الرياض هو الطريق لمستقبلنا معاربا عن أماله في أن تكون الاجتماعات المقبلة خيرا من السابقة أود أن أشكر خادم الحربين وحكومة المملكة العربية لأن هذا الإعلان الذي يقرأ الآن أمامنا وبعتقد أن هذا الإعلان هو الطريق لمستقبلنا بدول مجلس التعاون أن يكون إن شاء الله الاجتماعات المقبلة خيرا من الاجتماعات السابقة شكرا لك خادم حرمين وصادت الكويت لطي صفحة الخلاف وتطلع بالتفاؤل إلى المستقبل أثمرت وأشاد بها قادة الخليج وأثنوا على المساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبدلها سمو أمير البلاد لرأب الصدع الخليجي أشاد المجلس الأعلى بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبدلها حضر الصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد الكويت واصدت العقد الخليجي شهدت حراكا دبلوماسيا كبيرا الشهور الماضية من أجل لملمة الجسد الخليجي وتجسهدت هذه الجهود في الرياضة حيث أشار البيان الختامي للقمة إلى توافق قادة الخليج واعتمد جملة من القرارات الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون في المجالات المختلفة وتأكيد وحدة الصف أمام التحديات الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر